موسيقى معروفة بالدلالة اللي كاتج معروات جوطية من مراكش كاملها وفيها قبر مؤسس مراكش وقبر واحد من الرجالات هالسبعة واقدم سبيطار في المدينة ودار سيدنا ومنها كانوا يركبون الناس للطواحي وبزاف دي المميزات الأخرى هي حومة سيد ميمون اللي الجولة فيها واخة صغيرة كانت تعتبر جولة في التاريخ وانت كتدور في حومة سيد ميمون انت فعلا في واحدة من أقدم الأحياء بمدينة مراكش وحومة عندها أهمية كبيرة ورمزية واخة صغيرة مقارنة باقي الحومات في المدينة وانت في حومة سيد ميمون اراك حومة فريدة في مراكش حيث عندها منفذ واحد من الشارع اللي قاطع من مسجد الكتوبية حتى الباب الرب وهذا شيء علش متفردة مقارنة مع باقي الحومات المنفتحة على بعضياتها وهي حومة اللي جبت الاسم ديلها نسبة لسيد ميمون صحراوي تلميذ عبد الله بن ياسين وكتواجد هاد الحومة داخل الصور الموحد الجديد وخارج الصور المرابط القديم اللي تهدم في عهد السلطان الموحدي أبو يعقوب يوسف باش يتوسع الحين نحو الغرب وانت كتجول في سيد ميمون أراك في حي اللي كان كيت تعتبر مجال حيوي تزاد للمدينة السلطانية في العهد الموحدي لتوسيع المجال فاش كيسكنوا التابعين لدار الخلافة وتبنى حي سيد ميمون بالضبط في عهد يوسف بن علي بن عبد الله المومي سنة 1183 وسكن فيه سلطان مراكش كتر من 30 ألف واحد من قبائل سنهاجة وانت كتجول في هاد الحي الصغير اللي فيه غير بعديل الدروبة وسويقة راك مع ذلك فحومة اللي كتضم سبيطر المامونية اللي هو أقدم مستشفى في مراكش وقدم قبر مؤسس المدينة الحمراء يوسف بن الجاشفين وضاريح الإمام السهيلي أحد رجالات مراكش السبعة وأيضاً فحومة اللي فيها الإقامة الملكية الرسمية لجلالة الملك في مدينة مراكش وهاد شيء اللي خلق أهمية هاد الحي تبقى دي مكبرة اشتركوا في القناة